استعرض مجلس الوزراء اليوم تقريرا حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا والموقف الوبائي على المستويين المحلي والعالمي شدد مدبوري أنه لا دخول للمنشآت الحكومية لغير الملاقحين وأن الدولة قد وفرت جميع أنواع اللقاحات مشيرا إلى أن هناك ملايين الجرعات تملكها الدولة حاليا واستعرض مجلس الوزراء كذلك الموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك اللقاحات المضادة للفيروس كما وصل إجمالي الجرعات المستهلكة التي تم التطعيم بها حتى الآن أكثر من 61362 مليون جرعة مشيرا إلى أن هناك أكثر من 70 مليون جرعة متاحة